بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلالي وصحبه أجمعين قناة الأبسط التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات المستوى الثالث فيزياء اثنين سنناقش في الحلقة الأولى من سلسلة شرح الفصل الثاني الزخم وحفظه مقدمة الفصل وهذا والترميز الخاص بالحلقة سنبدأ من هذا الفصل والفصول القادمة بمشيئة الله تعالى في الاستفادة من معلوماتنا السابقة في تطبيقات عملية سنتعلم في هذا الفصل بإذن الله تعالى المعلومة الأولى رقم واحد سنتعلم الرابط بين القوة وأسرى ولتعلم هذا الرابط فنحتاج معلوماتنا السابقة عن قوانين نيوتن وبالذات قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه يوجد زوج قوة لكل قوة تبدل وأيضا جمع طرح المتجهات وبالذات طريقة تحليل المتجهات إنه يكون عندي متجه زي كده F أروح أحلله إلى مركبتيه Fx وFy وذكرنا بأنه كانت هذه الزاوية الثيتا فأن Fx الأقرب للثيتا حيكون كوساين ثيتا والFy حيكون ساين ثيتا الرابط بين القوة والسرعة هو قانون نيوتن الثاني اللي هو أن القوة تعطينا الكتلة في التسارع إذن إذا بدلنا على أي جسم قوة مقدارها F أو محصلة قوة مقدارها F فإن الجسم سيتسارع بتسارع مقداره A وهناك رابط بين التسارع والسرعة أنه كلما زادت تسارع زادت السرعة وكلما قلت تسارع قلت السرعة إذن الرابط اللي بمكاننا نستنتجه أن إذا كانت F المحصلة في نفس اتجاه السرعة زادت السرعة وإذا كانت F المحصلة عكس اتجاه السرعة نقصت السرعة وسنتعلم في هذا الفصل بمشيئة الله نظرية الزخم الدفع وهذه نظرية جدا هامة والنظرية كالتالي بأن F القوة في الزمن الذي بدلت فيه القوة تعطينا الكتلة في التسارع هذا الطرف يسمى الدفع وهذا الطرف يسمى الزخم إذن هذه نظرية الزخم الدفع هنتعلم نحن كيف يمكن التحكم في هذه النظرية لخدمة احتياجاتنا كبشر هذه النظرية جدا مهمة فعندنا مثال على هذه الاستخدامات اللانهائية لهذه النظرية تقليل الإصابات أثناء الحوادث عن طريق وضع الوسادات الهوائية يعني عندنا شخص زيما نحن شايفين أثناء وقوع الحادث تماما ستنتفخ الوسادة لتنطص صدمته بإطار السيارة وأيضا عندنا وسائد هوائية جانبية لحماية من الاستضام بالزجاج عند الرقم اثنين لاستخدامات هذه النظرية تقليل قوة الحوادث لو كان عندنا سيارتين صدموا في بعض كيف بإمكاننا أن نقوم بتصميم السيارة لامتصاص قوة الحادث وسنتعلم في هذا الفصل بمشيات الله تعالى رقم ثلاثة تصميم أحذية لتقليل ضرر الاستضام بالأرض يعني عندنا شخص عندما يقوم بالرقم فإن قدمه تصطدم بالأرض بقوة كبيرة فحنتعلم كيف يتم تصميم الأحذية لامتصاص قوة هذا الاستضام أثناء عملية الجيل وأيضا تستخدم في تطوير الألعاب الرياضية زي لعبة البيسبول زي ما أنتم شايفين هذه عملية استضام وعملية دفع وزخم في نفس اللحظة فنتعلم كيف هم يطوروا الألعاب باستخدام هذه النظرية الحماية من الرصاص والقذائف اللي هي عملية تصميم الجيكيت الخاص بالحماية من الرصاص أو صناعة الدبابات والمدرعات للحماية من القذائف زي ما أنتم شايفين هذا مقدار سمك الفولاد المصنوعة منه الدبابة أو الدرع وكيف أنه استطاع أن يمسك القذيفة أثناء عملية اختراقه له أيضا هذه النظرية تفيدنا في الطريقة السليمة لاستضام بالأرض يعني عندما تقفز إلى أعلى أو تقفز من مكان عالي كيف تستطيع تقليل قوة الاستضام بالأرض يعني عندنا هذه القطة زي ما نلاحظ أثناء عملية هبوطها بتسوي طريقة معينة لانتصاص قوة صد استضامها بالأرض رقم سبعة هذه النظرية تفيدنا في أنه نستطيع أن نستخدم الاستضام لدفع الأجسام زي ما شفنا قبل قليل في البوسبول وأيضا في كرة القدم هذا الاستضام الذي سار بين الرجل اللاعب والكرة الاستضام وكيف أن الكرة انطلقت بسبب هذا الاستضام الاستخدام الثامن لهذه النظرية أن نستخدمها لإطلاق الأجسام عن طريق بدل قوة كبيرة لدفع الأجسام مثال عليه هو إطلاق الأقمار الصناعية أو الصواريخ عندنا استخدام التاسع أن نستخدم قوة صغيرة جدا صغيرة لدفع الأجسام ولكن هذه دفع الأجسام ستكون في الفضاء لأن القوة الصغيرة في داخل الغلاف الجوي صعب أن نبدو القوة صغيرة تتحرك الأجسام لأنه مقاومة الهواء والاحتكاك مع الهواء لكن في الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي لا يوجد أي جسيمات تمنع تقدم الأجسام فنحن نستطيع أن نستخدم قوة صغيرة جدا جدا لدفع المركبات الفضائية مثال عندنا اللي هو المحرك الأيوني وسنتحدث عنه إن شاء الله في أحد الحلقات المعلومة الثالثة اللي تهمنا اللي هتكلم عنها في هذا الفصل اللي هو قانون حفظ الزخم قانون حفظ الزخم مهم لأن نحن نستخدم هذا القانون في تحليل التصادم بين جسمين لاحظوا بين جسمين فقط نعم زمتوا شايفين هذا أكثر شيء يستخدم من مفروض في حوادث السيارات يعني مفروض أنه جميع ضباط المرور يكون عندهم خبرة في قانون حفظ الزخم عندنا التصادم بين جسمين اللي هنتعلمها في هذا الفصل عندنا التصادم في بعد واحد يعني على خط مستقيم السيارتين أو يكون عندنا التصادم في بعدين يعني عندنا سيارة ماشية في المحور X وسيارة ماشية في المحور Y اللي في بعدين هذا يسمى طبعا 1D وهذا يسمى 2D وينص القانون حفظ الزخم على أن الزخم قبل التصادم يساوي الزخم بعد التصادم إذن هذه هي الفكرة الأساسية من قانون حفظ الزخم لقدرتنا على تحليل التصادمات باستخدام قانون حفظ الزخم ولكن لتطبيق هذا القانون عندنا شرطين لازم أن يكونوا موجودين عشان أقدر أطبق القانون بدقة كاملة الشرط الأول يجب أن يكون تصادم الجسمين أو كرر الجسمين حدث في نظام مغلق بالكامل هنعرف بعدين يعني إيش مغلق وإنه كون التصادم حدث في نظام معزول هنتعلمي عن إيش نظام معزول إذن الشرطين مغلق ومعزول لتستطيع تطبيق القانون بدقة عالية المعلومة الرابعة اللي ثمنا اللي هي الارتداد الارتداد له مخاطر وله فوائد سنتكلم عن مخاطر الارتداد زي ما تشاهدين الرجل الآن عندما يطلق المسدس يرتد عليه المسدس دفعه إلى الخلف هذا يسمى الارتداد طبعا هذا النظام مغلق ومعزول زي ما لاحظتوا ارتداده إلى الخلف هذه مخاطر الارتداد عندنا فوائد الارتداد الارتداد له فوائد كثيرة مثال على ذلك زي ما مذكور في الكتاب يستخدمه من قبل رواد الفضاء إنه يكون عنده مسدس زي كده في يده فيطلق قذيفة أو رصاصة من المسدس طبعاً لحيصير تماماً إنه بسبب انطلاق الرصاصة في هذا الاتجاه سيحصل له ارتداد في هذا الاتجاه وسيتحرك إلى الخلف لأنه ما يقدر يحرك نفسه في الفضاء أبداً إلا عن طريق إنه فيه جسم آخر يبدل عليه الحركة فإذن سيطلق القذيفة في هذا الاتجاه وهو سينطلق في الاتجاه المعكس السؤال الأخير اللي ستركه للطلاب هل يمكن استخدام الفيزياء لتطوير كرة القدم؟ طبعاً يمكن استخدامها ولكن هذه الإجابة ستترك للطلاب ما سيتم شرحه في الحلقة القادمة من مشاتي الله سنتحدث عن تعريف الزخم نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون ونعمل متابعتنا على حسابنا في التويتر وقناتنا في التليجرام وسنسعد باستقبال مراسلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم وشكراً لكم شكراً لكم